حكم من جامع في نهار رمضان عامداً متعمداً فعليه القضاء والكفارة القضاء هو أن يقضي يوماً مكان هذا اليوم والكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً دليل ذلك ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل هو سلمة أو سلمان بن صخر البياضي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله قال وما أهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان قال تجد ما تعتق به رقبة قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً قال لا ثم جلساً فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق بفتح العين والرأي ثم قاف وهو المكيل الضخم فيه تمر فقال تصدق بهذا قال أعلى أفقر مني يا رسول الله أعلى أفقر مني فما بين لابتيها تثنية لابة وهي الحرة بالمعنى المعاصري أي ما بين أطرافها أهل بيت أحوج إليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال إذ ذهب فأطعمه أهلك إذن من جامع عامدا في نهار رمضان عليه القضاء وعليه الكفارة